خلينا نبتدي بالأخبار وإحنا نتابع الأخبار لأنه كمان يمكن مستر موسيماني كان ليه قاعدة النهاردة مع الفرق الصبح فيما يتعلق بمراجعة بقى ماتش كليو باترا بزبط بيت موسيماني يمكن المدير الفني للأهلي كان فيه جلسة فعلا طويلة مع مجموعة من اللعبين اللي شاركوا في مبارات الفريق مبارح قدام سيراميكا كليو باترا في الدوري واللي فاس فيها طبعا الأهلي بثنائية نظيفة موسيماني حرص النهوي يجتمع باللعيبة كده زي ما أحمد قال اللي شاركه في لقاء مبارح على هامش التمرين الجماعي للفريق اللي أقيم طبعا صباح اليوم علشان يصحح الأخطاء اللي شافها في مبارات مبارح وعرض بعض كمان النقط الإيجابية والسلبية لللعيبة في الجلسة الطويلة دي بحضور محلل الأداء موسى ماتلعبا وخاضت مجموعة العناصر اللي شاركت في لقاء سيراميكا جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية على هامش التمرين الصباحي الفريق النهاردة الصبح وكمان موسيماني عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش التمرين علشان يتكلم على بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي اللي مفروضة تكون إن شاء الله يوم الثلاث اللي جاي في إطار منافسات طبعا وسبقة الدوري الممتاز في الجولة السابعة دايما بقول إنه من الحلوة جدا في موسيماني أو من المميزات في موسيماني المدير الفني إنه دايما بعد كل مباراة بيقعد مع اللعيبة ويوريهم الماتش ويعرفهم كان فين النقطة السلبية المفروضة يشتغلوا عليها في التمرينات علشان ما تتقررش المباراة اللي جاية والنقطة الإيجابية يا أحمد طيب بمناسبة ماتش الأهلي والسيراميكا خلينا نفكر الناس بسؤال اللي هيكون مستمر معنا بقى لغاية ماتش الإنتاج إن شاء الله عايزين حضراتكم تدخلوا على صفحات الأهلي على مواقع التواصل المختلفة وتقولولنا من وجهة نظركم مين كان أفضل ثلاث لعبين في النادي الأهلي في المباراة بتاعة إنبارح مباراة كليو باتر على صفحاتنا على الفيسبوك وعلى إنستجرام وعلى تويتر مطلوب من حضراتكم تقولولنا مين أفضل ثلاث لعبين في مباراة الأهلي وخلينا نعلن مع حضراتكم مباراة بعد مباراة حجم التصويت والإقبال أنا هاعلن لحضراتكم نتيجة ماتش الصيني ده الإقبال كان تاريخي يعني حجم التصويت على الثلاث صفحات الحقيقة كان كبير جدا والمركز الأول حقيقة حسمه المتقلق اللي أنا استغربت الحقيقة إنه ما ابتداش مباراة الأمس من بدايتها وكان يمكن سؤال عند أغلب الأهلوية طول الماتش هو وليد ما بيلعبش ليه وليد ما بيلعبش ليه وليد الحقيقة خد باكتساح اكتساح الحقيقة أصوات جماهير كأفضل لعب في مباراة الأهلي وساني ده بمباراة العودة يا سارة وده توقع نعنا وانتي على فكرة في أنا بحس إن إحنا محظوظين يا أحمد كأهلوية والله إن إحنا عندنا وليد سليمان ده خمس دقايق لعب خمس دقايق بس ونزل خمس دقايق جاب جون يعني دايماً يقول عليه تغييرت الأهلي الزهبية نكمل كلام عليه بس بعد ما تقول يبقى كابتن وليد سليمان بيخش فيه جدول النقاط لأفضل لعيبة النادي الأهلي برصيد ثلاث نقاط دول أول ثلاث نقاط بيحصل عليهم كابتن وليد سليمان لأنه خد أفضل لعب في مباراة الأهلي وساني ده بتاني لعب وبرضه أعتقد الفرق كان شاسع جداً وخد نسبة تصويت كبيرة جداً الحقيقة كان طاهر محمد طاهر قدر يفوز بالمركز الثاني وبالتالي دخل هو كمان الجدول برصيد نقطتين المنافسة الحقيقة القوية جداً واللي استمرت يمكن للأمطار الأخيرة زي ما بيقولوا كانت على المركز الثالث لعيبة كتيرة جداً أربع لعبين على وجه التحديد يعني خدوا ثقة جمهور النادي الأهلي وجمعوا عدد كبير جداً من نقط على فكرة يمكن التصويت مع المركز الثالث يفوق مطشط قبل كده في عدد النقاط اللي حصل عليها صاحب المركز الثالث عن لعبين خدوا المركز الأول وده يبين لحضراتكم إقبال الجماهير في عملية التصويت المركز الثالث يا سارة تنفس عليه أربع لعبين علي معلول بدر بنون كهربا وأحمد ياسر ريان والمنافسة كانت الحقيقة قريبة جداً وتحسمت بفرق بسيط جداً من النقاط بس يستهلوا مين اللي فاز؟ أيها أحمد ياسر ريان إذر كمان تلت لأول مرة تلت لعبين بيفوزوا أو بيظهروا معنا في اختيارات الجماهير لمطش الأهلي وصاني داب كده كابتن وليد سليمان بياخد تلت نقط وطاهر محمد طاهر بياخد نقطتين وأحمد ياسر ريان اللي تقلق الحقيقة في المباراة مهم جداً أنه إحنا نعكس رأي الجمهور يعني إحنا حبينا أنه فكرة التصويت دي تعكس وندي مساحة أكتر لاختيار أكتر من اللاعب عشان نعرف بشكل منطقي كده وفعال تصويت الجمهور في مرحلة مرحلة من مشوار النادي الأهلي مبروك وليد وطاهر وأحمد ياسر على الفوز بأصوات جماهيرنا في مطش الأهلي وصاني دابعاً مبسوطة بوليد سليمان جداً الحقيقة استحقاها جداً وشايف أنه كهرباء مستوى بيتقدم وإن كان لسه أنا شايف أنه كهرباء عنده لسه كمان فورمة أحسن من كده وإن شاء الله بإذن الله مع المطشات تيجي وأتمنى تشوف الحقيقة أكتر من أربع خمس لعيبة في النادي الأهلي تستحق أنها يعني تبقى موجودة في تشكيل الأساسي بس إن شاء الله بإذن الله مع الوقت ومع أن هم ياخدوا حساسية وفورمة المطشات إن شاء الله يكونوا إضافة قوية للنادي الأهلي جونيور أجاية أطمن حضراتكم عليه يمكن خضع لفحص طبي تحت إشراف دكتور أحمد أبو عبلا طبيب الفريق عشان يطمن على حالته وعلى برنامج التأهيلي اللي ماشي فيه جونيور دلوقتي ويمكن الحقيقة دكتور أحمد يطمن بشكل كبير جداً على حالة طبال لللاعب قبل ما يستكمل أجاية برنامجه التأهيلي وده كان على همش طبعاً التمرين بتاع الصبح النهاردة وأدى كمان بعض التدريبات التأهيلية في الجيم وبعد كده دخل بقى في مجموعة من التدريبات البدنية والجاري حوالين الملعب وده طبعاً في إطار البرنامج المحدد لي عشان إن شاء الله يرجع فيه أقرب فرصة بعد إصابته في الوطر الوحش كمان كابتن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خط تدريبات بدنية خفيفة النهاردة الصبح في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لللاعبين بعد مباراة سيراميكا كيليو باترا إمبارح في الوقت اللي قد فيه يانك ومشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثي الفريق طبعاً علي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء محمد هاني كمان انتظم في التمرين الجماعي وشارك بعد ما طمننا على حالته وتحول لمسحة طبية اللي قد عليها من إيجابية لسلبية ألف حمد الله على سلامته طبعاً الفريق كله النهاردة يمكن كان عنده تقسيمة قوية بعد ما انتهى التمرين اللي تلعب على ملعب التتش والحقيقة يمكن الاثنين اللي قدوا التمرين بتاعت الفريق كان الثنائي كيفين جونسون والمدرب العام وكابتن سامي قمصان ودرب الفريق وكل العناصر اللي غابت عن المشاركة في مطش سيراميكا كانت موجودة وقد التمرين في منتهى القوة